طيب تعالنا بقى ندخل على رمضان في رمضان كان فيه عملين الاتنين كانوا حلوين الاتنين كانوا كبار وكما جرت العادة لازم سيد رجم يشد الناس حبيدي ربني خليك طيب المتوقع أنا أنا هبدأ الأول بموسى لأ أنا هبدأ الأول بلعبة نيوتن والشخصية بتاعت لعبة نيوتن دي أنا مش عارف هل صدفك في حياتك حد قريب حد شبه ده لأنه الشخصية في رأيي أنا المتواضعة جدا خالص شخصية شديدة التعقيد شديدة التركيب الخليط ما بين الاستسلام وفي نفس الوقت إيجابية إن أراد فيها شر وفيها خير يعني تركيبة كده عاجينة مثل أخبطة ولكن ظهرت بتشخيص بتمثيل سيد رجب محببة إلى النفس شدة الجماهير جاتي زي سير هقولك سر أرجوك بالسر والوحاجة إن هوا دي على أي ممثل أو أنا بشكل شخصي ما فيش شخصية عملتها أنا شفت حد قريب قوي من الشخصية وبعدين نقلله وجبته وحطيته في شخصية لأن عمرها ما هتحصل عمرها ما هتتكون مظبوط إنما اللي بيحصل إن أنت بتعجن مجموعة شخصيات في بعضها يعني ضحكة من حد شايفه قريب من الشخصية عجبتك وحسيت إن هي تنفع للشخصية ديت أو نيرف معين من شخصية أو هدوء معين يعني هقولك مثل بسيط إن أنا مثلاً اتعزمت في رمضان على صحور كده وكان اللي عزيمنا راجل مهم قوي وحاجة يعني عظيمة كده أنا لازم الشخصية ديت تدخل في ذهني وتخش في قلبي وتبقى موجودة وأنا بركانها على جنب أنا ما بكتبهاش ولا بقول هي بتبقى في رصيدك كإنسان علشان لما تلاقي شخصية قريبة من دوت أنت بتاخد أطلعها من المخزن أنت بتاخد فقط هدوء الراجل دوت وصوته الواطي وحروفه الوطحة علشان يخلي عشرين واحد قاعد وكل اتنين ولا تلاتة بيكلوه مع بعض بعد خمس دايق كده من حواره أنه كل يتسرسب وكل يتلف حواليه وهو بيسمعه وهو بيسمعه إزاي جمع كل النوز دول من غير ما يزعق من غير ما يخطب من غير ما يقول أي حاجة غير أنه في منتهى الهدوء وثقة وكلام ببطء وكل حرفه واضحه بيتكلم بصوت واطي يشدك ويشدك كل الناس اللي موجودين عشان يعودوا يسمعوه عكيد شخصية زي دي هتيجي على جنب كده ومش يخط منه حاجة خالص ممكن خطش منه غير حاجة خالص غير أنه صوته الهادي الواضح ويعنيه اللي بتلف حوالين كل الناس وهو مبتسم أكيد دي هتتضاف على شخصية من الشخصية طبعا فما فيش شخصية أنت بترسمها من حد أو بتاع لأن أنا هاعتبر ده تقليد لأن الممثل مش أنا لو عامل دور عجلاتي مش هروح أعود جنب العجلاتي واتفرج عليه وبعدين اروح جايبه ونقله بالمسترة ده هيبقى النمط اللي احنا بنتكلم عليه صح إنما أنا عايز العجلاتي وهو نايم وهو بيطبطب علمه وهو بيعمل كذا وهو بيعمل كذا وهو بيعمل كذا دي حاجات ما بتبانش دي حاجات ما بتبانش الحاجات دي هي القسرة اللي احنا بنشوفها فأنت بتلم كل دوت علشان تجمع الشخصية اللي انت عايز تعملها والله أنا برغي كتير يا أستاذ إطلاقا يعني كل ما تلاقيني ساكت كل ما تعرف إن أنا كده مركز ومبسوط يا حبيبي ربنا يخليك شكرا